لكن مبعدة ممتازة وقراءة واضحة من قبل المدافعة السورية عبد الرزاق أحمد بينما هنا حسن داخل يمرر خطيرة 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 يا للروعة يا للجمال يا للمتعة هدف مبتع مثير جميل مراد محمد لعب هذا الهدف سيعطي أريحية تامة للعبين هذه نفط الوسط للخروج بنتيجة التقدم خلال مجرعة الشوط الأول بينما سيزيد الأعباء كثيرا ويزيد الضغوطات على الأصفر الكناري الذي قدم شوط جيد شوط مناسب صراحة نضاعة يعني أكثر من ثلاثة قرص محققة لم تستغل بشكل مناسب من قبل لهذه وهنا على الأصفر وبالتالي تمكن مراد محمد من توقيع الهدف الأول عرضية كرخية مبعدة رأسية تعود من جديد إلى سجاد جاسب اللاعب الدولي المطلوب من عدة أندية إيرانية ممكن أن يشاء ليطرق باب الاحتراف المنصب القادم عرضية هذه ممكن المحاولة خطيرة عياضية عمر عبد الرحمن يدرك التعادل للفريق الكركة وسط نظرات من أحمد عبد الكريم قوقية وبالتالي تهيأت بالرأس من العملاق منافئ يونس لكن ظهر ظهر لاحظ عمر عبد الرحمن عياضية من بين أربعة مدافعين سلة وتوغلة وبالتالي ركن الكرة إلى شباك نفط الوساط إذن التعادل هو عن مصلحة الكرخ والدقائق الأخيرة لمصلحة نفط الوساط إذن الحكم الدولي السيد مهند قاسم يعلن عن نهاية هذا الشوق وفي التعادل الإيجابي الهدف بكل منهما من المنتخب الكوري الجنوبي بمنتخب كوريا الشمالية إذن على بركة الله صافرت الحكم الدولي مهند قاسم تعلن بداية مجريات الشوط الثاني وهذه نفط الوسط مينما نادي نفط الوسط يبقى مطالب لتعزيز الرصيد من أجل التقدم ضمن الأربعة الكبار وركل الجزاء خليشوف قرار الحكم أم هي ضربة حرة كان هناك اعتار واضح من قبل حسين فلاح وخليشوف قرار الحكم الدولي السيد مهند البشري والتنفيذ قد يكون أقرب لحسن عبد الكريم بينما ارتدت من الجدار البشري لنادي نفط الوسط إذن فرصة مرت على نادي الكرخ في استغلال الكرات الثابتة يوسف فوزي يلعب كرة فلورد بينما هنا تمرير لمصلحة نادي الكرخ وكرة خطيرة التصويب والله ماشا السوري كاد أن يدرك هدف الثاني محاق الأولى وهنا عرضية مبعدة من المخضرم سامان سعيد تعود للكرخ من جديد في وسط الميدان بينما مهند عبد الرحيم حسن داخل حسين عبد الواحد دي جير يخسر الكرة يوسف فوزي يحاول السيطرة على هذه الكرة والتمريض لعمر عبد الرحمن صاحب هدف التعاذل ممكن يمر من أكثر من لاعب لكن حكم اللقاقة لي بيقول ماكو شي خطيرة 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 قول الله الله قول 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 راية 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 قد تكون من مساعد خطير الكرخ خطير خلي شوف خلي شوفوا لعادة نعم نعم تسلل وراية صريحة ووضع دور جيد سوري لاعب عسن عبد الكريم من جئة اليمين ممكن يمر عرضية خطيرة ممكن هذه مرت بسلام ولا زال عمر عبد الرحمن ولا التصوير قول 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 يا السلام يا السلام عبد الهادي باسم عبد الهادي باسم السوري القادم للفريق خلال قترة الانتقالات الشتوية يوضع المجهود الواضح والوفير لحسن عبد الكريم ومن ثم من هناك عمر عبد الرحمن عياضية والتصوير وارتدت لكرخ هذه المباراة الخامسة قد يقترس من قلالها القوزة الثمين بعد أربعة جولات فقيرة وخطيرة مرتدة خطيرة برت بجوار القائم حسن عبد الكريم فوقية مفتاح اللاب إذن هو لا زال يمارس هوياته يلعبها للدولي سجاد جاسب مناولة جميلة وممكن مراد مراد خطيرة خطيرة لا زالت داخل منطقة الجزاء يحتفظ بهذه الكرة مراد وعملية بناء الهجمة حسن داخل يصوب وهنا مناولة هذه ممكن 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 المنصوري ممكن المنصوري خطيرة التعادل التعادل جميل سجاد جاسب وأخيرا يدرك التعادل لمصلحة نادي نفط الوسطة في الدقاقة المتبقية من المباراة وهنا يظهر سجاد جاسب أمامه يعني 11 دقيقة متبقية وممكن مشاهدة الهدف الثالث وهنا بدأ يعطي مساحات والتصويب الله 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 خطيرة لا زالت الثالث راحت على سجاد جاسيكر وتدوير للكرات خالد كوردوغلي السوري مع مراد محمد مراد يلعبها للمنصوري المنصوري يلعب للسوري الكوردوغلي يحاول خطيرة 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 لكن مبعد لا زالت خطيرة ومرت ومرت بسلام على شباك نادي الكرخ إذن يعني لاحظ هذه المحاولة مراد كادة صناعة مع نفط ميسان بهدف لكل منهما وتغلب الطلبة في القمة الجمهورية على الزراء بهدف دون مقابل بطاقة صفراء أيضا على حيدر نجر من قبل الحكمة الدولي مهند قاسم والله قد انشاهد الحمرة اجدت الحمرة اجدت الحمرة على حيدر نجر نعم مهند قاسم تلونت صفرة وصارت حمرة إذن حيدر نجر وبطاقة دفعين دون مقابل دون التصويب مرت بسلام إذن تصويبه قوية كانت مرت بجوار القام قد تكون ركنية تدخل أيضا في الدكة التدريبية مع عبد الكريم نعم كمدرب لحراس المرمى وهنا الركنية في الدقاق الخمسة الأخيرة من اللقاء عسن عبد الكريم تلعب كرة عالية رأسية خطيرة ممكن مبعدة لازالت خطيرة هذه الكرة لكن مرت إذن كرة هوائية عالية غير مستقرة تعود إلى ركنية جديدة لتفذ للكرخ ممكن الآن قطعت من دفاعات نفط الوصف تعود المنصور استخلص الكرة من أمامه تلعب من كرار سعد وهذا الفراد وقطير ودخول وخلي نشوف لكن تسلل على ما يبدو تسلل كانت راية من مساعد الحكم الأول الدولي سيد بيثم يوجه وأيضا يقود الدفع التدريبية بدلا من حيدر نجم بعد إبعاد حيدر نجم بالبطاقة الحمراء من خلال تبديلات للحفاظ على النتيجة بينما هي حسين فلاح وخطيرة والعرضية وممكن الآن خطيرة 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 ودربكة ومناولة ومرور لكن استخلاص هذه المواجهة إذن أيضا المدافع حسن محمد حبيب الذي يحمل رقم 20 سيشارك في اللقاء إذن يدخل حسن محمد حبيب القادم إلى الفريق من نادي الصناعات الكهربائية ويخرج حسن عبد الكريم لاعب منتخبنا الوقت نجهود بدني كبير ومباراة يعني أربعة لاعبين في موقف تسلل وحسن داخل ومجموعة من جديد الآن نف الوسط لا زال يحاول يمتنا في يونس رجل المباراة رجل الدفاعات الكرخية وهنا صافرة من الحكم الدولي السيد مهنة قاسم تعلن عن نهاية هذه المواجهة بالتعادل بهدفين لكل منهما